ومؤذرة يوم الأربع إن شاء الله بعد غد الأربعاء المفخخ في الجبلية لأن القصة بدأت نادي الأهلي أولاً الأهلي تأجلت له كل المطشات اللي تأجلت مش عشان لا كان في رحلة ولا كان في أجازة ولا كان مريح الأهلي كان بيلعب مطشات رسمية الأهلي بيشارك في البطولة الأفريقية بيصل فيها إلى الأدوار النهائية أو الدور النهائي ويشارك أيضاً في البطولة العربية ولعل ده اللي حاصل من هذا الجدل وهذا الاتهام للا ليفك الاشتباك بقى ويخلي اتحاد الكورة في الموسم الجديد مفيش حاجة اسمها أشارك في كل أجندة الاتحاد العربي وكل أجندة الاتحاد الأفريقية أي حط إلى نظام حط نظام وفرضه عايز تجامل أبقى عارف أن أنت بتجامل لكن أن أنت توافق للأندية أو توافق لمسؤول الاتحاد العربي على أن أنت حتشرك لهم كل ما يحتاجون من الأفريقية والأندية المصرية ثم بعد كده لا تصغي للأندية وهي بتتألم وتتوجع من ضغط هذه المباريات وحجم هذه الإصابات بالنسبة للوطول العربية أنا 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 بفكر هو كاس العالم الأندية عشان ينجح لو كان بيخلي بطل أوروبا وبطل أمريكا بطل أوروبا تحديداً يعني بيشارك من كل الأدوار التمهدية والتأهل وبعدين يخش ما كانش هتلاقي برشلونا وريال مادريد والمان يونايتد وبايم يونيخ مش هيقدروا فجنبهم بيلعبوا على طول من السيمي فاينل البطولة العربية تقدر تحط مصطرة تقيم بيها الفرق اللي تشارك في النهايات على طول ما تدخلش الفرق دي في تصفيات وإرهاق وصفر إذا كنت شاف أهمية وجودها من ناحية الفنية وناحية التسويقية وقوة المسابقة يبقى لازم فيه ناس تتعامل بمعايير لأن عندها التزام مش عشان على رصه مريشة عشان عندهم التزامات أكتر من غيره ده مخترح كده يدرس يعني طيب الاجتماع الأربعاء المفاخخ ده في الجبالية ومفاخخ سدقوني لأنه تقريبا محدش عارف إن العملية راحة على فين أو السادة حكام الجبالية عايزين إيه النادي الآلي أظن من المهم ومن المناسب التذكير بنقطة 2-3 النقطة الأولانية الأكيد والمؤكد إن الأهلة عنده كل التأدير والاحترام لكل الأندية الشقيقة المشاركة في المسابقة فبالتالي فكرة إنهنا البعض يعتقد إنه فيه اتجاه في التحاد الكرة لتكتيل بعض الأندية ضد رغبة النادي الآلي دي مسألة مردود عليها بشكل واضح وصريح جدا إنه الآلي ما تكلمش في حقوق حد خالص لم يتحدث الآلي عن حقوق أي نادي منافس الآلي جات له موعيد التحاد الكرة بعت له جدول تم ترتيب كل الأمور بناء على هذا الجدول في المباريات المؤجلة عانى الأهل الأمرين من ضغط المباريات وكثرة عدد الإصابات وشفتوا لغاية أهو بيلعب كل تلت يام مباراة يعني لعب أول مباراة ثم هيلعب بكرة ثم هيلعب الجمعة ثم يسافر السبت في جدول أقل ما يمكن وصفه أنه جدول غير أدمي لكن إصغاءا للمصلحة وإرضاءا أيضا لترتيبات الإسعداد لموسم استثنائي من البداية الأهل قابلة بكل هذه الظروف وهذه التحديات ودفع التمن في عدد الإصابات غير الطبيعية لحضراتكم شفتوها الأهل أباشماندس لما قال أنتوا بعدتوا لي جدول أنا محترمه ومحتفظ به وملتزم به من تنسيق المؤجلات ما تيجي نشوفه الأمور عشان نفسرها ونحللها الأهل بدأ الموسم مطالب نشارك في كل البطولات ضد قناعته حط التزاماته أمام التحاد الكورة قال له اتصرف لي فالتحاد الكورة هو اللي كان بيتصرف ليس بناء على طلب الأهل دي نمرة واحد لأن الأهل حتى لو طلب مش هيطلب أن يلعب هذا الجدول المضغوط وكان يعلم النادي الأهل أن استجابته للمشاركة في كل البطولات تعني أنها سيقدم تضحيات طيب النادي الأهل لعب زي ما أنت بتقول إصابات بالجملة ولما عانى الأهل إصابات لمدة 15 يوم كلفته 3 بطولات التقاقر في الدوري فقد البطولة الإفريقية الخروج من البطولة العربية إذن دفع الثمن ثالث وامتلت يعني ما تجملش عشان يحقق شيء يعني أو رايحوه زي ما بيقوله الناس أي كل هذا الكلام لم ينفجر إلا عندما انتهى الموسم الشتوي وقد استطاع النادي الأهلي أنه يعالج الصغرات اللي عنده ويعمل مركاته يدعم بالفريق وبدأت بصمات تظهر في شكل أداء مش التسعين دقيقة ومش كل مباراة لكن مختلف تمام فبدأ عملية تنغيص الحياة أيوة الشوشرة تشتيتك إلعب بقى مؤجلاتك إش معنى أنت أنت مرتاح نقف عند كلمة هو أنتو بتريحوا الأهلي هو أنتو بتريحوا الأهلي دي الأول أول حاجة ضبط المفاهيم هو الأهلي هو اللي مرتاح إنت قلت المرة اللي فاتت الأهلي لعب تلاتة وثلاثين مباراة خمسة وثلاثين مباراة مقابل تسعة وعشرين الزمالك وواحد وعشرين تسعة وعشرين ما علينا مع ستة وثلاثين الماضي الأخير بقى ستة وثلاثين والأهلي 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 مباراة والزمالك ثلاثين والزمالك ثلاثين إذن إذن الأهلي مرتاحش ولا حاجة ده الأهلي هو صاحب الأجندة المضغوطة هو صاحب الكسافة في أداء المباراة وهو صاحب الصفرات الكثيرة تمن رحلات تسعة بالأخرى لا تماني واللي جاية تسعة تماني واللي جاية تسعة كل ده والأندية اللي بيقولوا يعيني مظلومة ويعيني بتلعب في موعدها والأهلي هو المرتاح بتلعب أقلم الأهلي كتير بكتير فهنا حجة إن الأهلي بترايحوه لا الأهلي مش بترايحوه الأهلي أنتوا مضطرين تعملوا كده وإلا يبقى مفيش دوري وإلا فالأهلي بيضحي لاستمرار الدوري أيوة لدي تاني مفهومة أي الأهلي قبل هذا التحامل وهذا الضغط ها انقذر للمسلم الاستثناء فهو النبي بلاش قلب الحقائق آه لكن هل من حق بيرامد وإزا ما يكن يدور على مصالحه مؤكد هل من حقه يقول أنا شاف مصلحتي في كده حتى لو هي مش في كده هو شايفة كده حتى لو جاب سيرة الأهلي جيب سيرة الأهلي بس الأهلي حيرد بالحقيقة كل ده جميل جدا ما علاقة هذا الأمر أن كل واحد يحط همومه قدام اتحاد الكرة من هذه الأطراف أصحاب الحق كل واحد عنده حق في طلباته ولكن لا أحد ها ينظر إلى الأهلي وظروفه الضغط اللي محطوط على اتحاد الكرة كالعادة زقه بالعصايا قلتلكوا أن المثل ده بل كده حفكركم بيه بتاع العمدة العمدة لما كنت في زيارته وجاله بلده عن نيل ده عندكم في الغربين عندنا في اللقاء في كوم حماد فوطع عليه كده قال له حاجة قال له زقه بالعصايا أنا قاعد حجان يا عمم بتقول لنا إيه زقه بالعصايا بعد شوية قال لي ده النيل رمى جته جثة جثة ميت طفت ناحية الترعب فبيقول نعمل إيه قلت له زقه بالعصايا تطلع في البلد اللي ورانا ليه بقى لأنه نشالها هيحل المشكلة هيجي المأمور وتحفز على الجثة وينبتدي يبقى البلد خرجت من سيطرة العمدة على الأل المدة شهر لحد ما شوفه له محل في الجتة دي فزقه بالعصايا مشاكل مصر قعدت تلاتين سنة تزقه بالعصايا عشان اللي يجي وراه يعني هو اللي شد الجثة وهو العالج وهو اللي تحمل الفقورة هو اللي واجه ومشكلة فالتعاد الكورة قال لك الله ده أنا عندي افتكر كان عندي حاجة اسمها لجنة شؤون اللاعبين آه أنا جمدتها ولجنة شؤون الأندية بعد ما تكونت يعني اه اه اتدشتت طب ما نستدعي الأندية وكان نعمل ايا فيها فوتينج انت تستدعي الأندية قبل الموسم ايوه انا هعمل النظام الفلاني ايوه واعتقد انه اعمل كده ايوه بتستدعيهم تاني ليه انت قلت لهم هيبقى دولي مضغوط هيبقى في مؤجلات هيبقى على حساب حاجات كتير ممكن الناس تشترك في البطولة العربية الناس تشترك في الكونفدريالي الناس في الافريقية قالوا لك لأ او انت اللي قلت لأ لازم تشتركوا في كل حاجة ها فالناس اشتركت وقالت لك اعمل اللي انت عايزه لما تعمل اللي انت عايزه وتيجي في لحظة ما نادي او اثنين او ثلاثة او اربعة او خمسة شافين ان مصلحتهم مش في اللي انت عملته ليس من حق احد انه لك تب تعالى نقعد تاني لان دي مش قاعدة فيها كومبرمايز مش قاعدة فيها تفاضل مش قاعدة فيها حلول وسط دي قاعدة كل نادي له مصالح يريد ان يحققها اي هل من المقبول في اثناء الموسم ان تدخل بالنظام جديد غير مقبول ايوة وده اللي كان الاهلي من زمان يحرص عليه حطني في اول الموسم في نظام التزم بيه اقعد انت مع الاندية كلها خد النظام اللي انت عايز واعتقد انك عملت كده فمسألة ان طب هما الاندية بقى اخر خطأ سيد ابراهيم انا الاهلي هو بقى حاب ايه اتعاد الكرة يقولك طب الاندية تيجي وهي اللي تقول ايه النظام فيبتدي ايه اللي عنده اتصالات اكتر بالاندية ويبقى فوتينج ويبقى الاغلبية تقول لا عايزين نعدل وعايزين نلعب بالترتيب مثلا اقول لا عايزين يجادول زي ما جالنا حسب الاغلبية طيب ده مش حضرتك بتتكلم في شأني مش في شأنك دلوقتي ايوه ايوه وليس من حق احد حتى لو نادي لوحده ان حد تتكلم في شأنه بالضبط لان انت لو كلمت في شأني من الاول وقلت لي مش ها أتجل لك كنت ممكن انسحب من بطولة من البطولات صحيح كنت ممكن ملعبش كاسماس كنت ممكن ملعبش بطولة العربية كنت ممكن اختار بداية لتانية اذا فكرة اجتماع الاندية انا مش فاهمها ايه الغرض منها غير ان احنا نوتر بعض العلاقات لان هيحصل خلي بقى لك استاذ ابراهيم نقطة مهمة جدا انا هقولها من دلوقتي اه الاندية اللي قعدة دي هتاخد مثلا وجهة نظر بقرار في اتجاه معين هي هي نفس الاندية كمان شهر لما جدول الدوري تتغير المراكز فيه هياخدوا قرار عكس اللي خدوه النهاردة لو جمعتوه عندك استعداد ان تعمل كل 15 يوم او كل شهر اجتماع الاندية تقوله منعمل ايه في الدوري طيب ده سؤال منطقي جدا وبيفتح لنا ورق المشكلة بقى هو ده التعديل الاول على جدول الدوري هل ده اول مرة اتحاد الكورة يعدل في موعيد جدول الدوري مؤكد لا تقريبا في تعديل المعدل وتأجيل المؤجل وكل سانة نبرة شغالة طوال الموسم هل تم اخذ رأي الاندية في كل ما تم من تعديلات مؤكد لا لجنة المسابقات اللي بتدير هي اللي بتأجل عندها اتصالات مع الجهات الامنية عندها مشاكل في الملاعب عندها اي اسباب اخرى عندها تعارض موعيد عندها تأجيل عندها اجندة افريقية متدخلة في اسباب كتيرة جدا بتدفع عامل حسين رئيس اللجنة الى اجراء تعديلات لدعا مسؤول الاندية لتم استشارة اي حد لحد يعرف اي حاجة فقط بيعلن خبر انه تم تأجيل مباراة كذا لكذا اليوم كذا عشان تبقى يوم كذا طيب شمعنا المرة دي قبل ما دولش معنى المرة دي هو جدول الدوري ده عمل فني ولا عمل توصفه بايه انا بقول ده عمل فني عمل فني ليه لان انت انا مدرب مش في النادي الاهل في اي نادي بيتحطيلي جدول بلقاءات معينة في مواقعات معينة على ضوء هذه اللقاءات وتدرجة في القوة وتفاوتة في القوة والملاعب اللي حلعب عليها والزمن اللي حلعبه انا بحط خطتي التدريبية انا بحط احمالي انا بحط تصوراتي عن الروتيشن ده انت فيه اندية بتزبط اقاف لعبتها بالانذار التالت على الجدول ده مثلا انا هلعب نادي مهم الماتش بعد الجاي فمنفرقش معانا اللعب ده يتوقف بالعاكس انا بقول له رح خد انذار بعد ايه بعد اللي جاي فهمت ازاي بحيس انه يعد الماتش خفيف ويجي في الماتش اللي هو عايز اللعب ده فيه بياخده هتقول لي ده تحايل اه تحايل احنا هندحك على بعض تحايل ايه تحايل فني انا حر في العناصر بتاعتي او اريحه بدنيا لكنه في النهاية انا عندي اجندة انا ملتزم بي انا بقى ادي لك التطرف ووصل الى هذا الحد انه بيأثر على قرارات المداربين يا استاذ ابراهيم اداريا وطبيا ولياقيا ونفسيا وكل حاجة انا فمش معقولة ان انا بمردت بنفسي على جدول وانت بتعدلي بدعوة ايه مرعبتش في الموعيد بس غيرتلك الاطراف دهو ده لهم من القصيد اشتركوا في القناة